اشتركوا في القناة لذلك قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم إيقاف مباريات الدور الممتاز اعتبارا من نهاية الجولة السابعة التي تختتم يوم الجمعة ويأتي هذا القرار لفسح المجال للمنتخب الوطني للاستعداد بصورة جيدة لنهائيات بطولة آسيا المقرر انطلاقها مطلع العام المقبل في الإمارات وسيدخل المنتخب الوطني معسكرا تدريبيا في دبي تعقب مبارات تجربية هناك مع منتخب بوليفيا في العشرين من الشهر الجاري إلى ذلك قال المدير الإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم باسل غورغيس أن المنتخب سيخوض لقائين تجريبيين آخرين أمام منتخبي الصين وفلسطين خلال المعسكر التدريبي الثاني المقرر إقامته في الدوحة وأضاف غورغيس في تصريح خاص الحرة أن كاتنيتش طلب إجراء مباراة ثالثة قبل المغادرة إلى الإمارات للمشاركة في بطولة كأس آسيا نحتاج مباريات بهذا المستوى ليس مباراة واحدة فقط عدة مباراة نحن محتاجين أعتقد على مستوى هذه المباراة وإن شاء الله الاتحاد العراقي يوفر لنا مباراة ورغم هذا نحن عدنا مبارتين في ديسمبر يعني 24 مع الصين في معسكر الدوحة اللي يبدأ يوم 15-12 ويوم 28 أيضا مبارتنا مع فلسطين أيضا في الدوحة واليوم كان عدنا اجتماع سيد المدرب مع لجنة المنتخبات أيضا طلب مباراة ثالثة تكون عنده في يوم 2-1 في الدوحة أيضا قبل مغادرتنا إلى أبوظبي يوم 4-1 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر